النهر ده حبيت اعمل غدا سريع ما ياخدش مني وقت ولا مجهود خاصة لو انا وراي حاجات تانية كتير ان انا اعملها في البيت جبت الحلة وحطت فيها سباكتي المية وشغلت عليها تتسلق على ما هتستوي هنجهز اللحمة بتاعتنا انا قريضي بشيل اللحمة المفهومة بتاعتباهرة بحط فيها بصل وتوم وبهارات لحمة توم بودر بصل بودر جمزبيل ورشة قرفة بسيطة ملح وفلفل طبعا هشوحها وهجهز الصلصة بتاعتها هنصلت احط عليها ملح وفلفل بس شوحت اللحمة وهنزل عليها بقى بالصلصة بتاعتي وبعد كده هسيبهم يتسبكوا مع بعض هعلى نار هاتية بقى وهسيبهم دلوقتي نبدأ نجهز الكريمة بتاعتنا هستخدم بقى اللبن البلدي بتاعنا وهوشت القشتة الجميل ده هاخد كوباية ونص تقريبا من اللبن وهزود عليهم حوالي معلقتين كبار نشا ملح وفلفل معلقة بقى اشتة من بتاعتي اللبن وهنقلب كويس طبعا الاشتة هنا تعتبر مادة دهنية فبرحتكو عايزين تستخدمها الوحدة اوكي عايزين تزودوا معلقة صغيرة سامنة مثلا او زيت برضو مفيش مشكلة هقلب كويس واسبها على النار لحد ما تتقل كده السوس بتاعنا بقى جاهز هنبدأ بقى نفضيهم هما الاتنين على بعض وهيبدأ لونها هيبقى لونه بينك وده البينك سوس اللي اكيد ممكن تكونوا اسمعتوا عنه قبل كده ميكس جميل ما بين الريد سوس والوايت سوس خلاص بقى احنا كده صفينا المكارونة بتاعتنا وهننزل عليها بقى بالسوس الجميل ده مش هنزيب ولا نقطة كده خلاص طبق بتاعنا جاهز هرش بقى شوية من الوايت سوس كده على الوش طبق بتاعي بقى جاهز ونغريفه بقى الفهنة ريحة جميلة وطعم جميل رب لو تكونوا نوصوا عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة مع السلامة اشتركوا في القناة